بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بك عزيزي الطالب مرة أخرى مع مقرر وسائل تقنية التعليم والوحدة السامنة الاتصال التعليمي ونبدأ بالهداف الهداف بنهاية هذه المحاضرة يجب على الطالب أن يكون قادرا على أن 1. يعرف الاتصال التعليمي 2. يسكر خصاص عملية الاتصال 3. يستعرض عناصر الاتصال التعليمي ونبدأ بالتعريف الاتصال التعليمي 4. تعريف الاتصال التعليمي هو نظام أو عملية دينماكية دائرية مستمرة هادفة ومنظمة يتم من كلالات تفاعل بين المرسل والمستقبل ودائما المرسل هو المعلم والمستقبل هو الطالب وذلك عن طريق تبادر رسالة تعليمية باستخدام لغة لفظية قد تكون هذه اللغة شفاهية أو مكتوبة أو لغة غير لفظية يطلق عليها تعبيرات الجسد أو لغة الجسد أو مصيرات بصرية ذات معنى بشترك بينهما أي بين المعلم والمتعلم مع قياس أسرها على المستقبل داخل بيئات تعليمية مناسبة قصائص عملية الاتصال أولا الاتصال نظام له مدخلات وعمليات ومقرجات وتغذية الراجعة أو فيدباك 2. الاتصال عملية دينماكية 3. الاتصال عملية دائرية 4. الاتصال عملية مستمرة وليس سابتة 5. الاتصال عملية هادفة ذات هدف محدد 6. الاتصال عملية نظامية 7. الاتصال العملية متفاعلية العناصر 8. الاتصال العملية متنوعة لا يحدث الاتصال التعليمي الفعال إلا إذا توفرت البيئات المناسبة لذلك لكي تحقق الخصائص السابقة ونتقلم الآن عناصر الاتصال التعليمي الفعال أولا المرسل وهو منشير رسالة والقام على إعدادها وتنميزها هل هي لغة لفظية أو لغة غير لفظية قابلة للفهم من قبل المستقبل أي الطالب مهام المرسل 1. التحديد الضقيق للهدف من الرسالة التعليمية 2. التمكن التام من مضمون الرسالة التعليمية 3. القدرة على تحليل قصائص المتعلمين وهذا الجزء المهم 4. التركيز على تماثل الأفكار بينه وبين الطالب أي المستقبل العنصر الثاني من مكونات الاتصال التعليمي وهو مستقبل وهو في أغلب الأحيان الطالب وهو المتعلم أو الطالب أو مجموعة من الطلاب الذين ترسل إليهم الرسالة ويقوم المتعلم كمستقبل بدور حل الرسالة وتفسيرها واستيعابها أي فهمها ليصدر منه استجابة دالة على فهم الرسالة المرسلة له من قبل المعلم أي من قبل المستقبل بعض الاحتبارات المهمة عند الحديث عن المستقبل أو الطالب 1. يجب على المرسل أن يكون لديه دراية بخصص المستقبل 2. يجب توفر عنصر خبر مشتركة بين المرسل ومستقبل أي بين المعلم والمتعلم 3. يجب مراعاة التجاهات المتعلمين نحو المعلم والرسالة 4. وهذا جزء مهم وهو مشارقة المتعلمين في كل الأحداث التعليمية من أجل زيادة دافعية لدى عملية التعلم العنصر الثالث من عملية الاتصال وهو الرسالة وهو قلب عملية الاتصال وحلقة الوصف بين المرسل وهو المعلم والمستقبل وهو الطالب فلا يمكن أن تتم عملية الاتصال بدونها وتتكون أي رسالة من رموز وتصميم ومعنى وكم يسأل ذلك عندما نقول أن الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية فهذه الجملة تتكون من رموز وتصميم ومعنى خصائص الرسالة أولا لابد أن تكون صحيحة ودقيقة من ناحية العلمية 2. واضحة وسهلة الفهم 3. غير معقدة حتى يستطيع المتعلم أن يقوم بفهمها بصورة جهيدة 4. صريحة وغير متحيزة لشيء معين 5. خالية من عناصر التشويش 4. العنصر الرابع من عناصر عملية الاتصال وهي قنوات أو وسائل الاتصال التعليمية وهي أدوات ترميز الرسالة التعليمية وحملها ونقلها داخل بيئات ومواقف الاتصال التعليمية بهدف إحداث التعلم ويستخدمها كل من المرسل وهو المعلم والمستقبل وهو الطالب وذلك من أجل تحقيق هداف اتصالية معينة 5. مكونات وصائل الاتصال التعليمية 6. مادة علمية 7. مادة تعليمية 8. وتضم المحتوى 9. الوسط الذي يخزر عليه المحتوى 9. وهناك فرق بين المادة العلمية والمادة التعليمية فالمادة العلمية جزء من المادة التعليمية فالمادة العلمية هي المحتوى الدراسي عندما يوجد هذا المحتوى في صورة كتاب أو في صورة شريط فيديو أو سي دي أو غيره تتحول المادة العلمية إلى المادة التعليمية والعكسي ليس صحيح 10. بيئة العرض المادية العنصر الكامس من عنصر من عناصر عملية التصال وهو التغذية الراجعة أو الاستجابة أو الفيدباك الصادر من المتعلم ويعرف بأنه السلوك الذي يزدر من قبل المستقبل نحو ما تم إرساله من معلومات أو مشاعر أو مهارات من أجل الكشف عن كفاءة عملية التصال التعليمي بعض الملاحظات حول الفيدباك أو التغذية الراجعة يجب على المرسل أن يهتم باستجابة المستقبل بنفس درجة اهتمامه بالرسالة يجب على المرسل تصويب الفهم الخطأ لدى المستقبل الرسالة التعليمية قد يستجيب المستقبل الجزء من الرسالة وفي هذه الحالة يجب على المرسل تحديد المشكلات أو الأسباب التي أدت إلى عدم فهمه لهذا الجزء من الرسالة والعمل على علاجها 6. التأثير أو المحصلة النهائية للاتصال والاتصال كالتعليم والتدريس والتدريب هدف الاستراتيجية المنشوط هو تحقيق وحدث التعلم لذي المتعلم وبدون حدوث التعلم في نهاية عملية الاتصال يكون الأتصال غير فعال وهيترتب على ذلك إهدار في الوقت والجهد 8. الاسنتاج نستهلاد من التعليف السابق أن التعلم هو المحصلة النهائية والهدف الاستراتيجي من عملية الإتصال التعليمي وبعد أن نتأكد المرسل وهو المعلم من حدوثه ينتقل الرسالة التعليمية أخرى العنصر السابع من عناصر مكونات الاتصال التعليمي وهو بيئة الاتصال التعليمي لهذا العنصر أهمية أساسية في نجاعة عملت الاتصال التعليمي وقد تكون هذه البيئة مخصصة للأغراض التعليمية كالفاصل الدراسي أو القاعة أو مختبر العلوم أو الكمبيوتر أو مركز من مصادر التعليم أو غيره وقد تكون قرار مخصصة للأغراض التعليمية يمكن استفادة منها كمصدر من مصادر التعليم ونقل خبرات ورسالة تعليمية مثل المعارض والمتاحف والرحلات العلمية وغيرها الاستنتاج نستندج مما سبق أن بيئة الاتصال التعليمي قسياق يحدث فيه الاتصال بين عدة مكونات أهمها المكونات المادية الفيزيقية والمعرفية والسيكولوجية والاجتماعية والآن أزيد الطالب حاول الإجابة عن أسئلة التالية من خلال التوقيم التالي واحد ما هو الاتصال التعليمي اثنين ما أبرز خصاص عملية الاتصال ثلاثة تناول عناصر الاتصال التعليمي مع كتابة نبزة مختصرة عن كل عنصر من عناصر عملية الاتصال وشكرا